استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر والتي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية في لقاء آخر استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي وثمن الرئيس السيسي العلاقة بين مصر والشركة والتي تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تكللت مؤخراً بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يعكس المصالح المشتركة الممتدة بين الجانبين حيث أكد رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي التقدير الكبير لمصر على المستوى الأوروبي وحرص مجموعته السياسية على تعزيز تعاون المشترك في جميع المجالات منوهاً في ذلك الإطار إلى العلاقات الاقتصادية المتشعبة والمتنامية بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر لتحقيق الاستفادة المشتركة من الجهود التنموية التي تشهدها مصر بما يحقق مصالح الجانبين وقد تطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث أشاد الجانب الأوروبي بدور مصر الثابت والراسخ في تدعيم الاستقرار الإقليمي وجهودها الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي للدفع بقوة في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية والإنفاذ الكامل والفوري للمساعدات الإغاثية مؤكدا أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية هو سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية والوفد المرافقة له من كبار مسؤولي الشركة وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اللقاء شهد تنول جهود تطوير العلاقات المتميزة بين مصر والشركة حيث أكد رئيس الشركة اعتزازه بتعاون المثمر بين الجانبين مشيدا في هذا الصياق بجهود الحكومة المصرية للتيسير على المستثمرين بما يعود بالنفع على الطرفين ومؤكدا حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو بالتصدير إلى الخارج من جانبه ثمن السيد الرئيس العلاقة بين مصر والشركة التي تعكس قوة علاقات التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات وأكد سيادته حرص مصر على تطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد مشددا على استمرار جهود الحكومة في توسيع أفاق الاستفادة من ملف الطاقة كما أشهد السيد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة الذي ينعكس في دعمها لعدد من المشروعات التنموية في مصر وقد شهد اللقاء استعراض الشركة لتطورات أنشطتها في مصر في مجالات البحث والاستكشاف وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكن إني من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من الحقول إلى جانب التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة بما يعزز جهود التحول العادل للطاقة